سلمية التظاهر والمحافظة على المال العام لتحقيق المطالب بمحاربة الفساد وتغيير الدستور وتحسين أوضاع البلاد هذا ما أكد عليه شيوخ عشائر الجبور بمحافظة بابل مطالبين الشباب الغاضب بالالتزام للمحافظة على الغاية من التظاهرات وعدم استغلالها من قبل البعض لتنحرف عن مسارها فتعم الفوضى في البلاد ويكون المواطن العراقي هو الضحية في كل الأحوال نحن مع المظاهرات لكن ضمن المعقول وضمن القانون وضمن القضية تخدم البلد وتخدم المواطنين ولا أريد المندسين وإياهم يرجعون الفتنة هذا يضرب وهذا يكتل وهذا شو كذا فنحن نريد حذرهم من هذه القضية ولا تخريب قضية ولا إحراق قضية ولا قتل أي بجون من المجتمع العراقي نحن لا نوافق على هذا الموضوع ونحن وياهم شائلين صابعنا على الحق وغير أماك ندعو من خلالها أبنائنا وشبابنا أن تكون مظاهرات سلمية مظاهرات تتحافظ على المال العام تبتع عن كل ما يسي لمظاهر هذه المظاهرات حتى ما نسمح للناس المغرضين وعداء العراق أن يستغلوا هذه الأجواء لبث سمومهم القاتلة لإشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب العراقي أخرون طالب المتظاهرين بالمحافظة على دماء العراقيين مؤكدين وقوفهم مع مطالبهم المشروعة وخروجهم معهم لا نقبل بجرح أي واحد من القوات الأمنية له قطر الدم ونفس الوقت ما نقبل على المتظاهرين كلهم أولادنا المتظاهرين أبنائنا وأولادنا والقوات الأمنية أبنائنا وأولادنا فلا نقبل لا بالتخريب أريد أن يكون شعب متحضر شعب مثقف مظاهرات سلمية نحن مع المظاهرات وأعددنا بيان بهذا الخصوص والبيان فيه عدة نقاط كثيرة وأولها هي النقطة المهمة جدا مهمة لأنها تنهي جميع الفساد الموجود والإرهاصات الموجودة في العملية السياسية وبحسب منفوضية حقوق الإنسان في العراق فإن محافظة بابل شهدت خلال الأسبوع الأول من التظاهرات الأخيرة احتجاجات واسعة قوبلت بقمع ودخان واعتقالات زادت من نقمة أهالي بابل على السلطة المحلية وما أجج الوضع المقطع الصوتي الذي سرب لرئيس مجلس محافظة بابل والذي تضمن تجديده على القوات الأمنية بضرب المتظاهرين ورشهم بالماء الحار لتفريقهم اشتركوا في القناة